بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم في الأدعية المطلقة حزب الدعوات النبوية وهذا الباب يتضمن دعوات وتعوذات مهمة صحة عن خير البرية صلى الله عليه وسلم وهي مستحبة في جميع الأوقات غير مختصة بوقت أو حال معين وهو باب واسع جدا لا يمكن حصره أو استقصاءه ولا الإحاطة بمعشاره لكن نكتفي هنا بالإشارة إلى أهم المهم من عيونه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبدأ هذا الورد قائلين اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد أنت أغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحكيم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر من صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وارزقني وعافني اللهم رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهدلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني وهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي يا رب فاغفر لي ذنبي إنك أنت ربي إنه لا يغفر ذنب إلا أنت اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني اللهم اغفر لي ذنبي وخطأي وعمدي اللهم إني استهديتك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رب اغفر لي خطيئة يوم الدين إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء إن قضيته لي خيرا اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك مما تعوذ به محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أعوذ بك من النار اللهم إني أعوذ بك من النار اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك أن تسطر عوراتنا وتؤمن روعاتنا اللهم إني أسألك اليقين والمعافاة اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتغفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغناء وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برض العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بالإيمان وجعلنا هداة مهتدين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلت علينا من لا يرحمنا ومعنى واجعله الوارث مني أي أن يموت وهو أي جسده أو بصره صحيح سوي فكأنه ورثه وبقي بعده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مقواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسدل ثقيمة صدري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أمكر لي ولا تمكر علي أي أعني على أعدائي بإيقاع المكر منك عليهم لا علي كما في قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين لك مخبتا أي خاشعا متاضعا أواها منيبا الأواه كثير الدعاء والتضرع والبكاء والمنيب الراجع إلى الله في أموره أغسل حوبتي الحوبة هي الإثم وثبت حجتي أي قوي إيماني بك وثبتني على الصواب عند السؤال وصلوا السخيمة صدري السخيمة هنا هي الحقد والمعنى أخرج الحقد من صدري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمد بي عدوا حاسدا اللهم إني أسألك من كل خير خزايا خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم اصلح لي دين الذي هو عصمة أمري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر العصمة هي ما يعتصم به أن يستمسك به ويتقوى به في كل الأمور لألا يدخل عليها الخلل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم اصطر عوراتي وآمن روعاتي واقضي عني ديني اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرتي المساكين ومعنى مسكينا يعني خاشعا متواضعا قال ابن الأثير أراد به التواضع والإخبات وأن لا يكون من الجبارين المتكبرين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اجعل أوسع رزقك علي عندك رسني وانقطاع عمري اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهم الوارث مني وانصرني على من ظلمني وخذ منه بثأري اللهم اجعلني مفتاحا للخير مغلاقا للشر ولا تجعلني مفتاحا للشر مغلاقا للخير اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فرفق بهم فارفق به صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم هبي المسيئين منا للمحسنين وعطي محسننا ما سأل اللهم عنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اهدني وسددني اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا ولي الإسلام وأهله مسكني الإسلام حتى ألقاك عليه اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغناء ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل خطاياي بالماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومعنى ومن شر فتنة الغناء ومن شر فتنة الفقر لأنهما حالتان تخشى الفتنة فيهما بالتصخط وقلة الصبر والوقوع في حرام أو شبهة للحاجة ويخاف في الغناء من الأشر والبطر والبخل بحقوق المال أو انفاقه في إسراف أو باطل أو مفاخرة قال الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيئ الأسقام اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تجبع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم إني أعوذ بك من العجد والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن دعوة لا يستجاب لها الكسل هو عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع إمكانه والهرم هو أقصى الكبر وهو في معنى أرزل العمر أي الخرف اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أنت ظلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وضلع الدين وغلبة الرجال ضلع الدين أصل الضلع الإعجاج والمراد ثقل الدين وشدته وذلك حيث لا يجد من عليه دين وفاء ولا سيما مع المطالبة ما دخل هم الدين قلبا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه غلبت الرجال أي شدت تسلطهم كاستلاء الرعاع هرجا ومرجا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سختك اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك أن أظم أو أظم اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم إني أعوذ بك من البرس والجمون والجذام ومن سيئ الأسقام اللهم إني أعوذ بك من شر جار السوء في دار المقام اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم الهمني رجدي وأعذني من شر نفسي نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعوذ بالله من فتنة الججال اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر اللهم رب جبرايل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار وعذاب القبر اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم